سعدي يوسف سعدي الذي كتب عنك في عمان وكتب ضدك سعدي مزاجي سعدي مزاجي بس لكنه شاعر شفاف وعدي حس طلب من عندي كلمة كلمة راهي أن يشوف سعدي لأنه تعذب وانسجن وكان عاشق لسعدي فأنا كنت أذز أولادي بورقة أنه هذا الأديب رادي يشوفك وكان يجون مرات يعني هو مزهول فقل لي يعني عدي بس كم ساعة قلت له ضروري يشوفه نزال قل لي كم عدي ساعة لكن هالسا عمتدت ساعة ثلاثة الفجر ها في المعد مات اللغاء واتمتع بحديث بحديث كريم وكريم مبدع كريم مبدع بالحاديث ظل صافنا عليه قل له وانت طالع من سجن هالروح هذه فأيضا لكن بعدين شاكس كريم وكريم يعني يعني فقصدي هو هذا مزاجه مزاج شعر حتى بالكتابة يعني هو كل القضية الآن لا ناقلي ولا جمل هو طبعا احتفال من أجمل ما يكون هو أول دوان أطلع في المنفى يقدمني هالتقديم الحلو القضية لا ناقلي يا جمل صدف أنه هو يدعى إلى القصة المشهورة ويشاعر بريطانية نا 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 إلى بلد عربي مسقط يعني عادي و صديقة صديقتها تبقى مع الفنانين والأدباء ما قبل ترجع فهجى البلد كله فهجى البلد كله وهجى الأدباء الرائعين جدا جدا يعني من عوائل كريمة وكذا وأحدهم كان يعني مريض يعني صار عدنان يتم الحديث فعفو لا القصة معروفة لا لكن يتم الحديث عن سعد يوسف يقال أنه له خلق و له حياء بنت عذراء لما بلت سياق الشخصي وصوته خافت وكذا وكذا شو تحليلك لعدل هذه القناة بنت يشرب لذلك سأحكي لك لأن على سمثال من أجل طالب عبد العزيز وراد يشوف سعدي فخبرته سعدي بس قلت للطالب يعني ما قدر أقول لها سعدي فقلت للطالب أفضل شي نزور الصبح وفعلا نزرناه من أجمل القعدات اللي صارت طالب موجود وكتب عنها القعدة في بالليال يتحول للشخص آخر بالليال يتحول للشخص آخر من هذه القنابل الكبيرة لأبي حيدر رحمه الله سعدي يوسف شفت لك صورة بيها ألفة كبيرة مع سورقون بولوس أستاذ آسين النصير وكذا سورقون شلون شفته سورقون موسيقى شعرية بكل مرة الكلمة أول مرة التقيبية وكأنما عرفها أكثر من 30 سنة وهو كأنما فسهرنا دعانا هو آسين النصير لأجيال شعرية ستينات سبعينات ثمانينات كان هاتف جنابي أيضا أي هاتف جنابي والجيل التسعيني صور كل جماعها في أكد كان عنده غالري وسهرنا حتى ثلاثة الأربعة الفجر حتى ياسين قال قوموا لأنه بأس أعدكم أمسيا حاديثا لا تمل يأخذ بك شرقا وغربا وشاء في العالم كله وشاء في الأشياء وإحنا بالنسبة لنا شباب جدا يعني جايين فروح حلو جدا ومطلع للثقافة العراقية والتراث وكانوا يقولون جماعة شباب وكانوا صلاح لهم تفاصيل يعني منتبع جدا اشتركوا في القناة